امر عليها مرورا سريعا لان الوقت لا يسع الكامل في التاريخ لابن الاثير المتوفى ستمية وثلاثين من الهجرة المجلد السابع صفحة مئتين واربع وسبعين قال وفيها توفي ابو محمد العلوي العسكري وهو احد الامة الاثني عشر على مذهب الامامية وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر والد محمد ماكو اشكال لانه محمد ابنه ولكن اشكاله وين الذي يعتقدونه المنتظر بسردابي سام الراء هذا المورد الاول اعزائي المورد الثاني اعزائي ما ورد في وفيات الاعيان لابن خلكان وفيات الاعيان لابن خلكان المتوفى ستمية واحد وثمانين الجزء الرابع مية وستة وسبعين رقم الترجمة خمسمية واثنين وستين ابو القاسم المنتظر يقول ابو القاسم محمد ابن الحسان العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد المذكور قبله ثاني عشر الامة الاثني عشر على اعتقاد الامامية شوفوا يقيده اذا هو يعتقد بولادته ولكن يقبل امامته او لا يقبل اذا لا تقول لا انت بيني وبين الله انتم تقبل بولادة المهدي يقول نعم اقبل بولادة المهدي ولكن ما اقبل ماذا امامة لا اقبلها السن يقول السن يقول امامته لا اقبلها طول عمره لا اقبله حتى لو اقبل امامه يقول وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويله فيه كثيرا وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين ولما توفي أبوه كان عمره خمس سنين ماكو مشكلة في مسألة ماذا الولادة الثالث أعزائي وهو من أعلامهم من تلامذة ابن تيمية تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي المتوفى 748 من الهجرة في ذيل الترجم 162 يقول أما ابنه بعدين يذكر الحسن العسكري أما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة الخلف الحجة فولد سنة ثمان وخمسين وقيل سنة ست وخمسين عاش بعد أبيه سنتين ثم عدما ولا يعلم كيف مات التعود تقول له مو إت محتقد بولادة المهدي يقول لك بابا أنا محتقد بس أنا ما محتقد المسائل ماذا اللاحقة لتخلطون الأدلة هذا خلط بين الأدلة نعم نحن نعتقد بولادته ولكنه كما هؤلاء يقولون ها جيد هذا من المورد الثالث الموت الرابع عزائي الوافي بالوفيات للصفدي المتوفى 764 من الهجرة في المجلد الثاني عشر صفحة سبعين يقول العسكري والد الإمام المنتظر أحد أئمة الشيع الذين يدعون عصمتهم ويقال له الحسن العسكري وهو والد منتظر الرافضة شوفوا هاي يقيدون لماذا لأنه هو يريد يقر بالولادة ولكن ينكر ماذا المسائل اللاحقة ولهذا انت ما تستطيع من خلال الولادة أن تلزمه بماذا بالمسائل يعني إمامته تحتاج إلى دليل مستقل وطول عمره يحتاج إلى دليل ثالث ومسؤولياته في عصر الغيبة الكبرى يحتاج إلى دليل رابع لأن هناك نظرية تقول بأنه ما هو عمله يقول لا نعلم ما الحكم من وجوده يقول لا نعلم هاي النظرية اللي تبناها جملة من علماء الإمام يقول لا نعلم الحكمة من وجوده وإلا لا يقوم لنا بشيء لماذا وجوده وباقين يقول لا نعلم يعني ما علاقتنا الله اقتضت حكمته ذلك اقتضت حكمته انتهت القضية هذا المورد أعزائي المورد الخامس أعزائي تحفة الطالب للسمرقندي المدني تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وأبي طالب المتوفى تسعمية وستة وتسعين تحقيق الشريف أنس الكتبي الحسني هناك في صفحة أربع وخمسين يقول الإمام محمد المهدي وأما ولده محمد المهدي إلى أن يقول والشيعة يقولون دخل السرداب وهم ينتظرون خروجه وذلك وأقاويلهم فيه كثيرا والله أعلم أن ذلك كان هذا هماتي أنا السمرقندي المدن وكذلك أعزائي شذرات الذهب أعزائي في أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي المتوفى ألف وتسعة وثمانين من الهجرة في المجلد في المجلد الثالث صفحة ميتين وخمسة وستين يقول وهو والد المنتظر محمد صاحب السرداب مولان وكذلك أعزائي في كتابي أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لأحمد بن يوسف القرماني المتوفى ألف وتسعة عشر أعزائي يقول الفصل الحادي عشر في ذكر أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح وكان عمره عند وفاة أبي خمس سنين وزعم الشيعة أنه كذا وكذا إلى آخرين تدت التفتون كيف أن علماء السنة أو عمومهم يذكر الولادة ولكنه فيما يتعلق بالمسائل اللاحقة بمن ينسبها ينسبها للشيعة لماذا؟ لأنه لا يعتقدون بهذا ولا ملازمة بين إثبات الولادة وباقي المسائل وكذلك أعزائي العاصمي المكي الشافعي المتوفى ألف مية وهدعش سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي متوفى في المجلد الرابع صفحة مئة وخمسين يقول وألقابه وهو الإمام محمد المهدي ابنه ابنه إلى أن يقتي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ولد يوم الجمعة ألقابه فلان فلان صفته فلان ولما توفي كان عمره خمس سنين والشيعته يقولون دخل السردام أيضا بنفس البيان هذا همتنا أعزائي العاصمي وكذلك أعزائي هؤلاء كانوا من في التراجم أما علماء الأنساب لأنكم تعلمون بأن هذه القضية مرتبطة بماذا بالأنساب ولذا كبار المحققين من علماء الأنساب أكدوا على هذه منهم أعزائي ابن عمبه في عمدة الطالب في نسب أبي طالب عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب الشريف جمال الدين أحمد بن عمبه في المتوفى 828 في صفحة 349 هناك يقول وهو والد الإمام محمد المهدي ثاني عشر الأئمة آه محمد المهدي رحمه الله لأن هؤلاء يعتقدون ولد ولكن يعتقدون ماذا أنه لم يبقى وهو القائم المنتظر عندهم من فلان أعزائي وكذلك أعزائي مختصر أيضا من الكتب المهمة مختصر تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمة الأطهار أعزائي لابن الشدقم المدني المتوفى ألف وتسعين من الهجرة في الصفحة 775 هذا بعد ما يذكر الاسم فإنما يذكر الشجرة انظروا الشجرة على الله أعزائي يقول أبا الحسن محمد الجواد هذا محمد الجواد يروح مولانا إلى أنه فلان ابنه ابنه من؟ علي الهادي ابنه الحسن العسكري ابنه أبا القاسم من؟ محمد أيضا يعتقدون أنه للعسكري ماذا؟ ابن اسمه محمد وكذلك أعزائي من المعاصرين الشجرة الزكية في الأنثاب وسير آل بيت النبوة للركن السيد يوسف ابن عبد الرحمن الليل هناك أعزائي أيضا يوجد عنده شجرة اللي هي شجرة الإمام الصادق سلام الله عليه شجرة الإمام الصادق شوفوا هذه الشجرة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام جعفر الصادق يقول موسى الكاظم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري محمد المهدي أيضا يعتقدون بأنه ماذا؟ له كذلك وكذلك أعزائي ما ورد في الأصول في ذرية الرسول المولان هذا أحد المعاصرين الأصول في ذرية البضعة البتول للشريف أنس الكتبي الكتاب المطلوح في المدينة المنورة أعزائي هناك في صفحة تسعة وتسعين يقول والثابت وهي مهم هذه أعزائي والثابت عند أهل العلم من متقدمين ومتأخرين انقطاع خبره وعدم معرفة قبره ولا مكان قبره يعني هم يعتقدون أنه ولد ولكنه يكون متقدمين ومتأخرين ولهذا بعد ما صار عندي وقت أخرج لكم أنه ابن تيميا بعد ما استطاع أن ينكر ولادته ولكن يردد يقول سواء ولد أو لم يولد فإنه ماذا؟ فإنه مات وكذلك أعزائي أخيرهم الأعلام للزركل مولان الأعلام للزركل المجلد السادس صفحة ثمانين أعزائي أيضا يشير إلى هذه القضية المهدي المنتظر رقم المتوفى انظروا محمد بن الحسن العسكري فلان أبو القاسم آخر الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية إذن أعزائي فتلخص مما تقدم أن ولادته تقريبا ما رد أقول إجمع تقريبا بين كبار علماء من؟ ها؟ علماء أهل السنة من مترجمين ومن نسابة وعلماء الأنساب يقولون أن للحسن العسكري ماذا كان؟ ها؟ ولد من هو؟ سؤال الحمد لله رب العالمين إذن ثبتت إمامة الإمامة يصير هذا الكلام صحيح له غير صحيح عزائي ها؟ صحيح له غير صحيح بعد لماذا؟ لأنها هي قضية غير القضايا الأخرى